يعني أول القرارات في هذه الجائحة نتذكرها كانت لها علاقة بالحرمين الشريفين وتعليق العمرة اليوم بهذه الإجراءات التي تعود تدريجيا مرحلة أولى وثانية وثالثة كيف تقرأ الإجراءات المتعلقة بالتحديد بالحرمين الشريفين خلال هذه الجائحة في البداية تحية لك السادة محمد و للسادة المشاهدين الحقيقة أيضا قبل أن ندخل في الإجابة نحمد الله سبحانه وتعالى و نشكره على أن من علينا في هذه البلاد بأن منحنا القدرة على أن نفتح الأبواب مرة أخرى للمصلين و للمعتمرين و للحجاج قبل في هذه الجائحة العالمية شفنا نحن إلى البارحة مع الفارق الكبير في المقارنة أنه إلى الآن دول كبرى زي أوروبا لم تستطع أن تفتح الملاعب للجمهور فما بالك أن تفتح المجال كما هو في الحرمين الحرمين ليس مكان عبادة تقليدي أو محدود نحن نتكلم عن الحرم المكي يستوعب مليون إنسان و يزيد مع الساحات و الحرم النبوي نفس الشيء نحن نتكلم عن أعمال أعداد كبيرة يأتون إلى يقصدون البيتين لقضاء أيام و ليس ساعات أو مشاهدة مباراة و ينتهي و مع ذلك لا شك أننا مثل جميع الدول في بداية الجائحة لم يكن لدينا أي تجربة سابقة مثل هذه الجوائح الكبيرة الآن بعد مضي ستة ثمانية أشهر اكتسبنا خبرة كبيرة جدا في عملية الوقاية و عملية التنظيم كان من أبرزها الحقيقة نجاح موسم الحج الآن كل الإمكانيات متوفرة إلى أن يمارس المسلمون عبادتهم في زيارة البيتين و العمرة و الصلاة فيهما ولكن من المنطلق الأساسي الذي جعل المملكة تبادر بإغلاق الحرمين لأن الإنسان و حياة الإنسان في شرعنا و في ديننا مقدمة على أي مسألة ترجمة نانسي قنقر